السلام عليكم وعليكم السلام عرفتني من يومين حكيت معك أنا لا والله ما عرفتك تفضل يا حبيبي كنت سألتك مرة عن التوسل والأفسر المهم الشيخ أنا بدي أقول لك شاجلي أنا الحمد لله رب العالمين أنا من الناس اللي بسمع لقلكم يعني وبحسكن أنتوا أقرب للحق والمنطق الحمد لله الحمد لله فالمهم بدي أقول لك أنه اليوم لما إذا أجي يحكي أوقات مثلا مع ابن أختي أو أولاد أختي مثلا بيقول لهم أنه مثلا في فرقة من الشيعة بيقولوا بتحريف القرآن أو بيجوا مثلا بيقولوا أنه كذا كذا فهم شو بيقولوا لي بيقول لي لا لا نحنا ما منقول هاك نحنا منقلب مثلا الخامنائي أو نحنا مثلا نحنا جبل الشيخ أحمد سلمان قال جبل الشيخ ما بعرف مين مثلا طيب أنا عايز أقول لك بس عشان تقول له حاجة قل له ما فيش مشكلة لكن هناك طائفة كبيرة تقول بتحريف القرآن ويعني تقول للناس أنشروا عقيدة التحريف بالقرآن صح زي الشرازية يعتقدون بتحريف القرآن وهناك كتابه فصل خطافي إثبات تحريف كتاب رب الأرباب ده كتاب شيعي وقبره قبر صاحب الكتاب ملاسق لقبر علي بن أبي طالبي رضي الله عنه ويوزار الكتب الشيعية فيه حوالي ألفين رواية تتكلم في مسألة القول بتحريف القرآن فأنت طبعا ماشي قل له أنا والله عارف أن أنت بتحب القرآن لكن هل تتبرأ ممن يقول بتحريف القرآن عندنا في المذهب وشوفه هيقول لك إيه نعم الله المستهد شيخ بس سؤال بالنسبة لموضوع أنا قرأت تعرفت أنه بصحيح البخاري دايما بيجي ابن أختي بجبلهي بقول لي فاطمة ماتت وهي غاضبة على أبي بكر لم تزل مهاجرته حتى توفيت وهي غاضبة موجودها فهي شو وضعها طيب عندنا سيدة فاطمة رضي الله عنه ورضاه ليست بمعصوبة تمام وعندنا أحاديث كمان أن سيدة فاطمة راضية عن أبي بكر الصديق وعن عمر بن الخطاب تمام وفي كتب الشيعة كمان أنها راضية خلاص دي النوتة اللون النوتة التانية حتى لو أن سيدة فاطمة راضية لا اسمعني بس عشان المعلومة توصل كاملة حتى لو سيدة فاطمة ماتت وهي غير راضية على أبي بكر الصديق رضي الله عنه ورضاه يبا احنا نشوف السبب هل لا حق في ذلك السبب ولا ليس لا حق في ذلك السبب لأننا لا نقول بعصبة السيدة فاطمة رضي الله عنه ورضاه فكما أن السيدة فاطمة لا قدر فسيدة أبي بكر الصديق له قدر فالمسألة هنا هي خلاف فقه السيدة فاطمة زعلت عليه أهلا وسهلا ما في مشكلة امرأة غضبت زي ما غضبت الآن أسألنا السؤال أليست السيدة فاطمة تعلم أن للرجل أربع نساء لماذا السيدة فاطمة منعت علي بن أبي طالب أن يتزوج هل يستطيع أحد دلوقتي ليس بمسلم مثلا ملحد ويقول لك أنها خالفت كتاب الله عز وجل منعت علي بن أبي طالب من تنفيذ كتاب الله عز وجل ويقول لا لا هي عاصية ساعتها تقول له إيه والحديث موجود عندنا وموجود عندهم هذه النقطة الأولى النقطة الثانية عشان بس أقول الكلام كله عشان هيقططع كله وتعمل في حلقة تنزل النقطة الثانية أليس من حق علي بن أبي طالب أن يكون له ملكات يمين نعم طب لما داخلت لأيت واحدة من ملكات اليمين في حجر علي بن أبي طالب نايم على حجر علي هو هو اللايم على حجرها زعلت ليه تمام حتقول لي غيرت امرأة طب ما هو بتزعل هي يعني ليست معصومة طيب عما علت لعلي بن أبي طالب لقد اشتملت مشيمة الجرين وقعدت حجر الظليل لذلك علماء الشيعة قالوا أنها أساءت الأدب مع علي بن أبي طالب كانت زعلانة من علي بن أبي طالب طب أسناء غضبها من علي بن أبي طالب هل الله عز وجل كان غاضب على علي بن أبي طالب أم لا القصة طويلة الله المستعان شاك حبيبي أنا والله بتعلم منك طب ما أنا المشك لأوقات كتير يعني مثلا بجيب لهم رواية أبي جاهل بقول لي هاي دي رواية ضعيفة نحن عنا ما من قامل فيها يا باشا الرواية عندهم صحيحة ولايست ضعيفة الرواية صحيحة عندهم وليست ضعيفة مش كل واحد عيجي ضعف على كيفه طب كيف أنا بدي أقنعه أن الرواية صحيحة طب ماشي بص أنا أقول لك حاجة هو لما جاب أن الله عز وجل يغضب لغضب فاطمة ماشي جابها من أي رواية تخيل جابها من أي رواية جابها من أي رواية جابها من رواية أبي جاهل من رواية زواج علي بن أبي طالب من بلت أبي جاهل يعني هاي دي هي الرواية الوحيدة ده هي نزلة في علي بن أبي طالب عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ودي موجودة هنا ودي موجودة عندها للسنة الجماعة فلو هو نفى الرواية يبقى أساسا نفى حديث أن السيدة فاطمة الله عز وجل يغضب لغضبها نعم فهمت عليك فهمت عليك شاخ طب شاخ في سؤال بإسألك إياه شو خلاف مع بني أمية دايما بقولولي أنه بني أمية وما بعرف شو قتلوا الحسان والإمام قول له الخلاف في يزيد ولا كل بني أمية النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بني أمية وقال من دخل دار أبا سفيان من بني أمية فهو آمن وأخذ بتاعد أخت سيدنا معاوية وكمان سيدنا عثمان بن عفان من بني أمية طب نعمل إيه بحنا وكمان إيه ده أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ناسب وصهروا من بني أمية نعم يعني اتجوزوا من بني أمية اتجوزوا من نبينا وسيدنا سيدنا عثمان من بني أمية والنبي صلى الله عليه وسلم اتجوز أخت معاوية فاهمت عليك طب هنه شو مشكلتهم يعني شو مشكلتهم معهم مشكلتهم انهما بياخدوا بالزوفة بالكمية كلا بالشوال اه اي حاجة في اي حاجة اي محش في اي حاجة على امه شكرا لك عشان بس فيه اتصالات كتير